أكدت فكرية خالد عبد أول شيخة حارة في اليمن أن المرأة قادرة على أن تكون قريبة من أحوال الناس أكثر من الرجل كما تستطيع تشجيع النساء والفتيات على الحديث عن مشاكلهن وما يتعرضن له من تعنيف من قبل ذويهن أو غيرهن بينما يتحفظن في الحديث مع الرجال عن خصوصيات كثيرة قد تحدث لهم واعتبرت عقلة الحارة أن طبيعة عملها لم تكن بتلك الصعوبة حيث ترى أن المرأة تستطيع الولوجة إلى البيوت والتعرف على احتياجات النساء وحل مشكلات أسرية كثيرة بأدق تفاصيلها والاقتراب من الفتيات والأطفال والشباب والأمهات والآباء ومعالجة قضايا المطلقات والأرامل والعنف الاجتماعي والأسري إن وجد أفضل بكثير من الرجل يشار إلى أن فكرية خالد عبدو نصبت من قبل محافظة عدن الأسبق الدكتور يحيى الشعيبي قبل نحو 17 عاما عاقلة لحارة الوحش في حي التلال بمديرية صيرة شرق المحافظة وسط ترحيب كبير من أهالي حارتها ترجمة نانسي قنقر